السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا معكم مساء من مدرسة بادري تايجرز الخاصة اليوم ان شاء الله سوف نأخذ مراجعة عامة للثالثة الابتدائي للترم الأول تعالوا كده بعد نرى الأسرة التي لدينا أول سؤال يقول لك اكمل النمط التالي 1-4-9 1-4-9 نحن لو قلنا بسهلاً 1-0-1 ثم الـ2-0 هل ستكون بـ1؟ لا هل ستكون بـ4؟ لا هل ستكون بـ2 صح؟ تعالوا نقول مثلاً 1-1-2 لا ستكون فعبار لأنه بدء بالـ1 وليس بدء بالـ2 تعالوا كده نقول مثلاً نأخذ أول رقم عندنا وهو كم عندنا الـ1 صح؟ 1-1-1 طيب بعد الـ1 عندنا كم؟ في العداد التي لدينا عندنا نقول 1-2 صح؟ 1-2-3-4 صح؟ تعالوا نأخذ أول رقم وهو هذا الـ1 نقول 1-1 إدنى واحد طيب بعد كده الـ2 لو قلنا 2-2 ديتنا كم؟ 4 تعالوا نأخذ الثلاثة كده؟ 9 نأخذ رقم ورقم من الأرقام التي نعديها العادية وهو 1-2-3-4 يأخذ أول رقم ويضربه في نفسه وبعد كده ثاني رقم يضربه في نفسه يأخذ الأرقام ويضربها في نفسه طيب يبقى 1-1 بـ1 2-2 بـ4 3-3 بـ9 4-4 بـ6 5-5 5-5 حسنا؟ حسنا؟ رقم 2 أريد أن ترى هذا العدد؟ ماذا؟ أول شيء لدينا المربعات الصغيرة التي هي الوحدة سنسميها التي هي الأحدة المربعات الصغيرة سنسميها من العشرات وهو المكعب الكبير سنسميه المئات أول رقم المربعات الصغيرة سنسميها 1-2-3-4 يبقى مكاة في الأحد أربعة سنسميها في الأحد أربعة حسنا؟ المستطيلين كل مستطيل سنسميها 10 مربعات الصغيرة لدينا مستطيلين يبقى عشرة وعشرة كم؟ هل سنكتبها 20؟ لا، لا سنكتبها 20 قيمتها 20 لكن عندما سنضعها في العشرات سنضعها بـ 2 سنضعها بـ 2 قيمتها العددية 20 لكن عندما سنضعها في العشرات سنضعها حسنا حسنا المكعب الذي لديه هنا سيكون هناك كم؟ سيكون هناك 100 مية مكعب صغيرين هل سنكتب المية؟ لا نحن لدينا لدينا مدام سنكتبها في المئات سنكتبها في المئات سنكتب 1 لدينا مربع 1 لدينا مربع 1 لدينا مربع عدد 4 2 1 سنقرأه سيكون 124 حسنا رقم ثلاثة عندك هنا 2465 في سفر نحن قلنا أي حاجة في سفر تبقى بإيه؟ بسفر على طول ماشي؟ طيب سيكون بسفر رقم أربع بيقولك إيه؟ اختر الشكل المقابل أو اختر يعني بيقولك الشكل المقابل اللي هو المستطيل ده هو مضلع ولا ليس مضلع احنا قلنا من خواص المضلع انه هو او من زي نعرف انه هو مضلع لازم يبقى صغير الأبعاد ولازم يبقى مغلق تمام؟ ولازم يبقى أضلع مستقيمة طيب هل ده الشكل اللي عندك ده مطابق فيه مطلق يعني الشروط اللي عندي ده موجودة فيه أول حاجة سناد الأبعاد أيوة سناد الأبعاد طيب ثاني حاجة مغلق أيوة مغلق اهو مش مفتوح ثالث حاجة بيقولك الأضلع بتاعته مستقيمة او الأضلع بتاعته مستقيمة يبقى هنقول عليه إيه؟ مضلع طيب الشكل المقابل برده عندك شكل الدايرة او الشكل البيضاوي ده طيب هل ده مضلع او ليس مضلع أول حاجة هو سناد الأبعاد طيب رقم اثنين هل الأضلع بتاعته مستقيمة؟ لا هو او مغلق لكن أضلع مستقيمة؟ لا الأضلع بتاعتها مش مستقيمة يبقى هنقول عليه ان هو ليس ايه؟ مضلع طيب رقم ستة هنا بيقولك ايه؟ باستخدام المصدرة اوجد محيط الشكل لما يجيب لك محيط ويعيز بقى شكل ويعيز محيطه نعمل ايه؟ هذا مكون من كم ضلع الشكل اللي عندي ده واحد اثنين، ثلاثة، اربعة ثم خمسه مكون من خمس أضلع طيب هنمسك ضلع دلع فيهم ونقيسه بالمسطرة ونفرض مثلا أن الضلع الأولاني هيبقى بكام مثلا بأربع والثاني مثلا بأربع واربع 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 هنا اجاب الجام Ah يبقى هنقول ايه؟ أربع زايد أربع أ زايد اربع زايد أربع ماشي؟ سنجمع المقياس أو أننا قسنا كل هذه الأضلع سنجمعهم على بعض طيب أربعة واربعة 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 ستجديني كام عشرين ونفض أننا قسناها ودنا أثنتنا أربعة أربعة سنتين لكي لا تأتي لك في الورقة تمسك المسطرة وتقس بها وبعد ذلك تقس كل ضلع الوحد وبعد ذلك تجمع الأضلع كلها أو كل الأطوال التي عملتها طيب رقم سبعة تسعة في سبعة طبعا نحفظون جدول الضرب أو لا نحفظونه تسعة في سبعة تلاتة وستين أهم حاجة تراجع جدول الضرب لأن هذا سيعتمد على الضرب وفي القسمة سيحتاج فيها جدول الضرب طيب أكمل مساحة الشكل التالي طيب عندما قلنا عندما نجيب المساحة سنفعل ماذا؟ نعم ماذا؟ سنعد المربعات الصغيرة التي داخلها طيب نعد واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر أحد عشر اثناشر يبقى كم مربع؟ اثناشر مربع تمام؟ طيب تعالوا بقى مثل العدد تسعة باستخدام العلامات التكرارية مثل العدد تسعة بصميمها تمام؟ العدد التكرارية أو العلامات التكرارية نحن قلنا بنعمل ايه؟ نحط أربع علامات تمام؟ والخمسة هنقفل بها المجموعة تمام؟ يبقى كده هي كده مغلقة يعني خلاص نقفلنا مش هنحط عليها تاني هي كده خمسة نحط أربعة وبعد كده خمسة تعالوا بقى نعمسي العدد التسعة أول حاجة هناخد واحد اثنين تلاتة اربعة كده أربع علامات وبعدين نحط العلامة الاخمسة يبقى كده أفناع نحط الكام معنا من التسعة أربع علامات يبقى نحطهم جنبها جنبهم كده ايه كام كده أربعة ما فيش طبعاً نحطة خمسة عشان نقفل بيها خلاص؟ طيب بعد كده رقم عشرة بيقولك ايه؟ اكتب خاصية من خواص المستطيل ايه بقى خاص المستطيل؟ اول حاجة هنقول ايه؟ ان كل ضلعين متقابلين فيه متساوية طيب؟ تمام ايه رقم اثنين بقى هنقول ايه؟ ان الاضلاع والزوايا بتاعته كلها متساوية وهي هتبقى قائمة يبقى زوايا متساوية وهتبقى قائمة تمام طيب خمسة وثلاثين مئة فيها كام عشرة طيب احنا قلنا ان المية فيها كام؟ فيها عشرة تمام؟ المية فيها عشر عشرات صح؟ طيب طيب لما نقول خمسة وثلاثين مئة بقى هنقل ايه؟ هنقل خمسة وثلاثين في عشرة تمام؟ طيب يعني احنا لما قلنا عندنا المية الوحدة خمسة وثلاثين هنقل هنرى كام عشرة سنقل rehe يبقى أحد منا من السبوط سنقل كام؟ خمسة وثلاثين في عشرة 35 اخpra هنقول 35 في عشرة 35 في عشرة تعالوا بقى كده نحط السفر وهبعد كده نقول 35 في واحد 35 يبقى هنقول كم تلتمية وخمسين ثاني هنقول 35 هنا معنا 35 متى صح؟ نضربها في كم نضربها في عشرة علشان نشوف فيها كم عشرة نضربها في عشرة هيساج طبعا هنا هنبضرب في عشرة ننزل السفر وبعد كده هنقول 35 في و beside أو خمسة في واحد بخمسة ثلاثة في واحد بثلاثة يبقى كم لدينا كم؟ 350 يبقى الـ 3500 فيها كم؟ 350 العشرة سنقول لكم ستة في سبعين سنفعل ايه؟ سأقول لكم ستة في سفر أي شخص في سفر؟ بسفر ستة في سبعة بثنين واربعين يبقى لدينا كم؟ ستة في سبعين بكم؟ بربعمية وعشرين اختار طول القلم تقريباً 30 سنتي أو 4 سنتي ستكون كبيرة كبيرة على الألم صح؟ فإنما سنقصها ستبقى تديني الألم ستديني كم سنتي؟ 4 سنتي ماذا؟ طيب يقول لك ما أريد الرقم 14 أريد أصغر عدد يمكن تكوينه من الأرقام التالية أصغر عدد يمكن تكوينه يبقى هنعمل إيه؟ أول حاجة هندور على أكبر رقم نكتبه هو الأول تمام؟ لما يقول لك أصغر عدد يبقى ندور على أكبر رقم نكتبه الأول أكبر رقم عندي كم؟ 9 تمام؟ واللي بعده بقى الأكبر شوية اللي هو كم؟ 7 تمام؟ طيب اللي بعده كم؟ 5 طيب اللي بعده كم؟ 3 اللي بعده 2 خلاص؟ يبقى أنا كل لما أريد أصغر رقم يبقى أنا أمسك رقم أكبر كل رقم يعني أمسك رقم الكبير وأكتبه الأول وبعده كده الأكبر وبعده كده الأكبر خلاص؟ يبقى كده الرقم عندي كان 23579 23579 طيب القيمة المكانية لرقم 3 في العدد ده اللي هو عدد 306275 طيب القيمة المكانية بتاعته فين؟ هو فين بالضبط؟ هو سيبقى في مئات الألوف تمام؟ في مئات الألوف في رقم 16 يقول لك يذاكر أحمد أربع ساعات يومياً تمام؟ كم ساعة يذاكره أحمد في سبع أيام؟ ها؟ يبقى دي ضربة ولا قسمة؟ لا دي هتبقى ضربة عشان ما فيهاش ايه؟ قسم أو وزع صح؟ تمام؟ يبقى هنقول كم ساعة؟ هنقول عن الساعات اللي بيذاكرها أحمد أربعة في سبعة؟ أربعة في سبعة بكام؟ بثمانية وعشرين؟ خلاص؟ طيب يبقى ثمانية وعشرين ساعة بثبع أيام ماشي اكتب الوقت، طيب تعالوا كده هنشوف الوقت هنا عندك العقراب الصغير عندي تمانية والعقراب الكبير عندك كام؟ 9 يبقى الوقت كام؟ 8 وكم دقيقة؟ 45 يعني الساعة كام؟ 9 لربع يبقى الساعة 8 و 45 دقيقة 8 و 45 ايه؟ دقيقة خلاص؟ يعني 9 لربع هنقرأ ماشي؟ تمام؟ هنا يقول لك ايه اكمل باستخدام السيغة الممتدة تمام للرقم ده ربعمية وثلاثة ألف سبعمية وواحد وتسعين بقى نعمل ايه الواحد هتحط زي ما هو نشنوها في الاحد طيب التسعة عشان هي في العشرات يبقى نحط لها سفر واحد تمام السبعة عشان هي في المئات اللي هي سبعمية بقى نحط لها كم سفر نحط لها كم سفر ها نحط لها ايه سفرين طيب بعد كده التلاتة اللي هي التلاتة اللي هي تبقى في الالوف تمام لما نحطها هنحط لها كم سفر السبعة هنحط لها سفرين معلش السبعة هنحط لها سفرين خلاص عشان هي في المئات طيب التلاتة اللي هي في الالوف هنحط لها كم سفر هنحط لها تلاتة وبعد كده كم سفر جنبها تلاتة أصفار طيب السفر هنا نحط بقى ايه سفر مش هيبقى شرط معانا احط سفر بس وشازم تحط أصفار تاني طيب عشان الاربعة هي موجودة هنا في ايه في مئات الالوف في مئات الايه الالوف طيب عشان هي موجودة في مئات الالوف بنحط لها كم سفر هنقول الاربعة وبعد كده نحط خمس أصفار خلاص طيب بعد كده هنا بيقول لك ايه عبر عن المصفوفة التالية باستخدام مسألة الدرب ومسألة قسم طيب اول حاجة عندنا واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة ستة ثمانية انا هفضل عد كده اول عنا سعملها بمسألة ضرب خلاص هفضل عد الارقام دي الدوائر دي لأ يعني ممكن يأخذ مننا وقت طيب تعالوا بقى نشوف هنا عندنا كم صف عندنا صفين صح؟ طيب كل صف فيه كم هنقول كم هنقول اتنين فاربعة اتنين فاربعة بتمانية وتعالوا عندنا ثمان دوائر تمام بيقول نشوف عندي كم صف تمام عندي صفين وكل صف فيه اربعة يبقى سأقول 2 في 4 تمام طيب 2 في 4 في 8 صح؟ طيب أمضي أخذها بالعكس يبقى سأقول 8 على 4 فيها كام فيها 2 كده إذهب مسألة القسم سأخذها بالعكس 8 على 4 فيها 2 تمام طيب 3 سمت فيها كام 3 سمت في كام فيها كام 3 ملي متر نقولنا السمت في 10 ملي صح؟ يبقى 3 فيها كام سوف نضرب 3x10 3x10 بكام؟ 30 ملي هنا يقول لك ايه؟ رتب تنازلياً تنازلياً يعني كيف نرتب تنازلياً معناها أننا سأجلب من الكبير للصغير لان نرتب تنازلياً سأرتب من الكبير للصغير طيب ، تعالوا عندي الأرقام التي لديها هناك رقم فيه 6 أرقام والرقم التالي فيه خمس أرقام والثالث فيه 6 أرقام والرابع فيه 6 أرقام تمام ، تعالوا بقى الذي فيه خمس أرقام وهو أقل واحد فيه نضعه في الآخر خالص خلاص ، طيب ، بعدين سنرى الثلاث أرقام التي لديها فيهم 6 أرقام سنرى الرقم الأخير هناك 8 ، وهناك 8 وهذا 5 طيب ، ما هو الرقم؟ سنرى الثلاث أرقام التي لديها نضعه في كل واحد فيه على الرقم الأخير وهو في مئات الألوف سنرى هنا أول رقم مئات الألوف عنده 8 ، ثاني رقم مئات الألوف عنده 8 ، ثالث رقم مئات الألوف عنده 5 ، طمام ، الثلاث أكبر أو الخمسة؟ لا ، الثلاث مثل ، لنضع من الأكبر نضعه الثلاث أرقام ترتدي favourite ops عشرات الألوف هنا برضو هنجدهم متساويين في الرقمين الأولين طيب خلاص يبقى نمسك برضو المدان متساويين يبقى ناخد الألوف الألوف عندي السفر وعندي الأربعة يبقى مين الأكبر هناخد الأربعة يبقى هناخد الرقم الثاني وهيبقى أكبر رقم اللي هو 854 ألف Linda فمنسك باهم وهنجز نفاد لقد نرى هنجزت 30 أرقام بف exact هنجزل الرقم الأولى إنجزنا 8 وهنجزهم 3 أرقام وهنجز億 أربعة مئة الألوف عنده ثمانية نرغم الرقم الثالث أو إن Gallagudi الهن العمل world exp 5 يعني من الرقم الأجبر؟ 8 أو 5؟ فندخل النجوم الثامن الثامن فحتي بأول الماء إلى الباخلاء لذوق الأجم وهو 850124 نمسك هذا الرقم الثالث والأخير وهو الرابع الثمانية أو الخمسة في مئات الأولوف أكبر الثمانية نأخذ 8505124 ثم نضع مئات الأولوف خمسة وهو ستكون 508142 وآخر الرقم عندي وهو مكوى من خمس أرقام وهو أصلاً هيكون أصغر الرقم وهو سيكون 85421 تمام كده؟ طيب في رقم 22 يقول لك مضاعفات العدد 6 الأقل من 50 مضاعفات العدد 6 الأقل من 50 طيب التي تعالوا أول مئة 6 الأقل من 60 المضاعفة العدد 6 2 fever 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 Tyr يبقى عندنا أول حاجة 12 وبعد كده 18 6 في 4 24 بعد كده 6 في 5 30 تمام طيب بعدين 6 في 7 6 في 6 36 بعدين 6 في 7 42 طيب 6 في 8 48 يبقى مضاعفات العدد 6 هي كاملة أقل من 50 نقوم بعد كده 6 في 9 كاملة 54 يبقى مضاعفات العدد 6 لأقل من 50 يبقى مضاعفات العدد 6 لأقل من 50 هي كاملة 12 18 24 30 36 42 48 خلاص فيبقى عوامل عدد 12 ما هي العدد التي تبقى اسمها على 12 12 على كام 12 على الاتنين صح 12 على الاتنين فيها 6 12 على الاتنين 12 على الاتنين فيها 4 12 على الاتنين 12 على الاتنين 12 على الاتنين خلاص يبقى مضاعفات العوامل عدد 12 هي تبقى 2 3 و 4 خلاص طيب 24 قسم أو قسم 36 جنيه على 4 من أبناء أمنا نصيب كل ابنه هذه تبقى ستار قسم ليه لكي يقولك قسم 36 36 على الاربعة 36 على الاربعة فيها الكام كام فاربعة يدينا 36 كام 9 9 فاربعة والعشرات مع العشرات خلاص تمام ثلاثة زائد أربعة كام أربعة زائد ثلاثة سبعة تمام سفر زائد أربعة كام أربعة وستة زائد اثنين تمام يبقى العدد كام عندي 847 طيب 26 بيقولك اطرح خمس تلاف تلتمية ستة وعشرين ناقص تلات تلاف مئة تسعة وعشرين تعالوا نطرح هنطرح الأحد مع الحد والعشرات مع العشرات طيب ستة ناقص تسعة ينفع أقول ستة ناقص تسعة لأ تمام ستة أقل من التسعة طيب أعمل إيه أروح أستلف بقى ستة هتروح تعمل إيه هتقول الاتنين ينفع تديني عشان تسلشيني عشان أعيز أطرح مني طيب من الواحد من العشرات سيتحط على الإحد بعشرة يعني أنا أقول ستة أشر زايد عشرة ستة زايد عشرة ستة أشر ستبقى كام ستة أشر ستة أشر ستة أشر ستة أشر تمام تمام تبقى 16 نقص 9 16 الاتنين دي بقيت واحد خلاص طيب 16 نقص 9 16 نقص 9 كام طيب هنمسك من الرقم الصغير اللي هو التسعة ونحدى من نصى نعدى على دين حتى منوصل الستاشر ونشوف عندنا كام حاملنا كام سبا 9 يبقى هنقول ايه 10 11 12 13 14 تاني 10 11 12 13 14 15 16 يبقى كده احنا وصلنا لحد 16 نمسك من بعد الرقم اللي هو التسعة ده حتى منوصل للايه للستاشر كده وصلنا للستاشر عندنا كام شبا سبا خلاص يبقى الاتنين دي بقيت كام بقيت واحد طيب تعالوا بقى نقول واحد نقص الاتنين ينفع لا طيب خلاص يبقى نعمل ايه نستلف من الثلاث ماشي نستلف من الثلاثة واحد خلاص الواحد برا هيروح بعشرة صح تبقى كام تمام حداشر حداشر نقص تنين حداشر من الواحد هايخد واحد هايخد واحد اللي هو بعشرة بواحد زياد حداشر اللي هو اه واحد زياد عشر اللي viaje حداشر طيب 11 نقص التين كام تسعة تمام التلاتة اخدنا منها واحد بقيت كام بقيته م pursuit 2 1-2 اعداً 5 ya3 ثقيل 2 هل من المثال نريد المثال الغير تصعوديا نريد المثال OK نريد المثال من الأصغر صغيرة لل�� стали نريد المثال هذه الأرقام الى العدد الكبير نعم دعم هذه الأرقام يكون رقم بكام 1 , 2 , 3 , 4 , 5 يوجد خمس أرقام و العدد الثاني 1 , 2 , 3 , 4 و العدد الثالث 1 , 2 , 3 , 4 , 5 هناك خمس أرقام الأخير 1 , 2 , 3 , 4 , 5 و العدد الأخير هو أيضا سيكون أصغر الرقم هو أصغر عدد هو الأرقام بتاعته أقل واحد من الأرقام بتاعته أقل واحد اللي هو التاني لأنه في كام رقم في أربع أرقام بس لكن كلهم التانين فيهم خمس أرقام خلاص يبقى ناخد أول واحد اللي هو خمس تلاف وتسعمية ده هيبقى أصغر رقم طيب كده فضل معنا الأولاني والتالت والرابع صح؟ طيب هنمسك بقى في آخر رقم اللي هو عشرات الألوف ده اللي عندي واحد 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 كلهم متسوين خلاص يبقى ندخل بقى على الايه على مين على الألوف أول واحد في خمسة والتالت في ستة والتالت التاني والرابع في خمس الستة ده الأكبر نمش هناخده هنو هناخد الايه لعداد الأصغر طيب الأولاني في خمسة في الألوف والأخير في خمسة في الألوف برضو متسوين خلاص يبقى ندخل بقى على الأرقام اللي بعده وهو مئة المئات تمام الأولاني فيه 2 في المئات والأخير فيه سفري يبقى من الأصغر سنأخذ العقام الأصغر اللي هو السفر يبقى كام 15 ألف و 2 هذا الرقم اللي بعده تمام ونأخذ اللي هو بعدها اللي هو 15 ألف و 200 ماشي وبعدها نأخذ آخر الرقم اللي هو الثالث اللي هو أكبر واحد فيه 16 ألف تسعمية واحد وتمانين خلاص طيب رقم 28 بيقول لك حجم زجاجة المية يبقى مكتوب على الإزازة مثلا ماهو 1 لتر و 2 لتر لو جبنا حاجة سقعة يبقى مكتوب عليها 1 لتر و 2 لتر يبقى هذا اللي هو اللي هو الحجم يبقى حجم الزجاجة وهو مكتوب عندك 1 لتر طيب ايه هو المضلع ليه تأمان الله وتأمان رؤوس نحن قلنا هو مين هو المكعب خلاص و كده احنا خلصنا مراجعة المراجعة العامة الفصلة على الترمي الأول و تلتة ابتدائي ياريت راجعوا الأسئلة تاني وتحلوها تاني بأيديكو بعد ما تسمعوا الفيديو السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة